بدأت اليوم فعاليات المنتدى الدولي السادس للإستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة إيريك بمشاركة خبراء محليين وأجانب وبهدف مناقشة موضوعات التحول الطاقي إلى الطاقة المستدمة والربط على الشبكات ويعد المنتدى فرصة للمستثمرين العرب والأجانب لإيجاد مشاريع كبيرة تصنع فرص عمل جديد إضافة لتطوير الانتقال التقي في الدول العربية كخطوة رئيسية للتنمية المستدامة لعصر ما بعد النفط بالاعتماد على الطاقة المتجددة وذكاء الاصطناعي بحسب المنظمين من دعوة سرورنا كجمعية الأردنية للطاقة المتجددة والهيئة العربية للطاقة المتجددة أن يعقد هذا المؤتمر المنتدى الدولي السادس لإستثمار في الطاقة المتجددة هو يضم كفاءات وخبرات من الدول العربية الشقيقة ومن الدول الأجنبية الصديقة لبحث أمور الطاقة أهم محاور هنا هو الاستثمار مشاريع في الطاقة لإيجاد مشاريع لإيجاد فرص عمل بحيث تؤمن فرص عمل للأيدي العاملة وتخفف من حدة الفقر والبطالة في الأردن وكذلك لتقليل ترشيد استهلاك المياه والغذاء وصولا إلى تنمية مستدامة تقدم المجتمع الأردني بإذن الله الحقيقة مؤتمر اليوم كان في غاية الإهمية لأن الطاقة المتجددة هذا مشاريع مستقبلية ومستدامة يستفيد منها كل مواطن فضلا عن ذلك هي تمثل البيئة النظيفة التي لا تلوث والآن بعض الناس يدعون إلى العودة إلى الصحراء بمعنى أن تكون المدن خالية من التلوث الموجود فيها والناس يدعون أيضا إلى المدن الخبرية